هنا عن الكهرباء والتعرفة الجديدة اللي هي قيد الإعداد السؤال هل هي على طريقة المولدات يبدو أنه موضوع تغيير تعرف الكيلوات بمؤسسة كهرباء لبنان وضع على نار حامية وهو مترابط مع خطة رفع ساعات التغسي هاك بيقولولنا بس الواقع طبعا رح يكون غير شي متوقع هالزيادة تعرفة أنه يلحظى المواطن بالفترة المقبلة سواء نتيجة استدراج واستجرار الغاز من مصر أو الكهرباء من الأردن إلى جانب الفيول العراقي فما هي العناصر اللي رح تلحظة تسعيرها جديدة وإيش رح ترتفع الفاتورة وماذا عن زيادة التغذية كلها العنوين مع ضيوفنا مدير مؤسسة كهرباء لبنان السابق المهندج جوجب عوات صباح الخير صباح النوم أهلا وسهلا فيك المدير العام للاستثمار السابق بوزارة الطاقة والمياه غسان بيدون أهلا وسهلا فيكن عبر إذاعة صوت لبنان دايما الكهرباء هي بيت الأصيد صحيح يعني هي العنوان الأبرز بالبنان هي اللي فختت الخزينة والموازنة العامة هي باب الهدر الأول مش هيك سيد غسان بيدون صحيح أفلست الخزينة يعني هي باب الهدر الأول بالبنان وهلأ جايين وعم يدرسوا رفع التعريفة متأخرا متأخرا بس كانت اندرست من قبل يعني في خطة وضعتها الوزيرة السابق أنا دا اللبستيني صح النوم صح نوم خطة بس ما مثل كل الخطط بلبنان تبقى حبر على وراء تب خلينا اليوم نحكي عن موضوع رفع التعريفة اليوم هلأ صارت على نار حامية فينا نقول انه رفع التعريفة صارت على نار حامية بكل أسف نعم ومع انه كان لازم تنعمل من سنوات مش من اليوم ولو انعملت بوقت المناسب كان القرار بفيد وكان يمكن توفر على بلد كتير من المقاسي تبداش كان المواطن بده يدفع يعني لو انعملت من زمان يعني كان المواطن قادر يدفع طبعا عشان هيك كان المواطن قادر يدفع وكان خفف عجز على المؤسسة وعلى الخزينة وكنا ما وصلنا للي وصلنا لهون وهذا بالحقيقة أحد عنوين أو مظاهر سوء لإدارة التأخر باتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب حتى نعالج المشكلة بشو سبب التأخير؟ انه ليش هالقرار اليوم تأخر؟ يعني هالقدي بده القصة بتدراسة رفع التعرفي مش بتكوني فكانت؟ بسيطة يعني رفع التعرفي وقصص رفع التعرفي وقواعده ومعاييره انطرحت بشكل جدي على وزير الطاقة أكتر من مرة ونعرف يعني انه الحل ما انه سحري وما انه صعب عفوا ما انه معقد يعني التعرفي كان بده بالحقيقة نتعرف على شطور أو بالأحراف فئات المستهلكين حسب شطور استهلاكهم ونميز بين المستهلكين للاستهلاك المنزلي للصناعي للفندقي للمنظمات الدولية للبنوك للمكاتب التجارية للبلدية وهكذا لو من سنة الثلاثة عشر او الاربع عشر اشتغلنا هالشغلة هاي كان توفلت كهربا لبنان على القليل مليار دولار سنويا على الخزينة واحسبي على مدى عشرة سنوات القدداش كانوا عمدوا المليار دولار فإذا تأخرنا كتير وكان ممكن كتير تنعمل بسهولة كانت قدرة المواطن أفضل بكتير من هلأ على تحمل زيادة التعريف طيب استي جوج معود عمين قال انه تعرفي رح تم رفعها حسب ثلاث شطور شو المطلوب كيف بتنرفع التعريف وشو القلية التعرفي متما تضل استاذ بادون قال لاني شغلة معقدة ليه معقدة؟ لا معقدة وبدأ شغل بدا شغل بكهربا لبنان بالسابق بويل التسعينات نوضع التعريف جديدة وندرست بكاف التفاصيل اللي عم شوفها اللي لقني الشطور بعد شو هم نحكي على تفاصيل الشطور إنما من عملت بتقاطنا المحلية بس استشرنا كهرباق فرنسا صحية بقص من كهرباق فرنسا قاعدت معنا بالكهربا واشتغلنا عليها شهور إنما بتطلع بها البساطة هاي التعرفي خاصة بالظروف الحلية اللي هي مناسبتي نعم بدك سوابت بدك قواعد معينة تبني عليها تعرفي هل سعر الفيول ثابت كتير متحرك الشطور الشرائح المجتمع المستهلك فيه أبواب كتيري الكهرباء الصناعية الكهرباء بالليل الكهرباء الساعات الزروة الفئات المستهلكين صغار المستهلكين كبار المستهلكين أمور ما بتنعمل إنه يبقى هل يعني فيه أسعار وطلع الدولار أو طلع الفيول نعمل تعرفي بها البساطة لا بتطلع عنا بتصير بتضر أكتر ما بتفيد بس أنجز البنك الدولي بطلب من وزارة الطاقة والمية دراسة مفصلة حول آلية زيادة تعرف الكهرباء على مراحل وضمن شطور محددة مية بالمية لازم تضبط التعرفي لازم تضبط التعرفي بس أنا مش بالنسبة للتعرفي بس إن كان بالنسبة للتعرفي إن كان بالنسبة للتوزيع الطاقة إن كان بالنسبة للإنتاج الطاقة عندي تصور بيسبق أهولي كلهم سوا طالما ما عندك مؤسسة متكاملة متجانسة تشتغل إدارة بتبني هالمواضية كل المواضية اللي عمنا نحل هلا بتجي موقتي وبتجي آتباطية وأنا مسؤول عن كلامي بدك أجهزة بدك إدارة بالأواج بدك إدارة من الأول بدك إدارة تضبط هالتعرفي بدك إدارة طب تضبط التوزيع بدك إدارة تضبط المشاعد وين الإدارة عم لقي الإدارة مخلوطة مع وزارة الطاقة يعني دايما وزارة الطاقة هي اللي بتحكي ما لحق ما في إدارة أصلا ما في إدارة ما مش لك منشوف وزير الطاقة هو اللي بيحكي على طول يعني ما في إدارة تحكي وزير الطاقة دوره أساسي ومهم كتير إنما القبل هي مؤسسة كهرباء لبنان هي في مجلس إدارة هو سيد نفسه هو صاحب الأراضي جوابني على سؤال من يضع اليوم آلية التعريفة وزارة الطاقة مؤسسة كهرباء لبنان بتوف علي وزارة الطاقة بس بلية بنية كهرباء لبنان بس بنيتا الوزيرة السابقة اليوم نادا البستاني هي وضعت خطة لا لا تخفف العجز ولرفع التغذية مع استقدام أو إنشاء معامل موقتي كمان لزيادة التعريفة يعني هي وزارة الطاقة اللي عم تاخد المبادرات وهي اللي عم توضع الخطط ولو إنه كلها بقية تحبر على الوارد ما كل الخطأ أيضا خطأ أساسي مع معلوم خطأ أساسي الخطأ أساسي المؤسسة بتعمل شغلة وزارة الطاقة هي بتشوف عليها كسلطة وصاية في وزارة الميلية بتشوف عليها كوصاية ميلية أما بناء المشروع ببين ببلش بالمؤسسة ببلش بكادرات مؤسسة بمدراءة بمهنسينة بخوراءة الفنيين ميليين ميكينيكيين كله سواء هن بيبنوا الموضوع مجلس إدارة بياخد أراره بيرفعوه للسلطة الوصاية اللي إستاذ بيدون عندهم كان مدير الوصاية بيعرف بيدرس الملفات بيعطي ملاحظات لها بيطلب إعادة نظر ببعض الأمور معينة إنما الأرار بيطلع من المؤسسة وزارة الطاقة هي بترفعه لمقام مجلس وزارة ويصدر أرار فيه بعدين أو مرسوم أو مشابه بس شو عم بيصير اليوم اليوم صار فيه لجنة بتضم وزيري الطاقة والمال ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان للبحث بالمواضيع المالية ومصرفنا بوضع أزمة هاي صحية مصيبتنا من للجان نصرنا بوضع أزمة صعبة جدا نعم اللي قالوا السجور صحيح الكهرباء لبنان هي دورة ترفع التعرف لأنه بنظامة المالية كل ما كان عندها عجز بموزنتها بدأت أمل له موارد لتعودوا ومن أحد الموارد أو أبرز الموارد اللي بتعود العجز هو زيادة التعرف ورفع التعرف بس فيه كمان مواد أخرى وموارد أخرى هي الهدر مش راك ايه طبعا هذا موضوع تاني هذا موضوع تاني هذا بيرتبط بعدالة التعرف نعم بعدالة تعرف أنه هناك هدر بمؤسسة كهرباء لبنان هناك خيارات فنية سيئة هناك تشغيل معامل مهترئة هناك شبكة كهربائية متداعية خيار صالحة ومتداعية طبعا كل هالأمور هاي بالحقيقة عملها حل وخطة بالألفين وعشرة وكان يجب أن ننجح من وضع الخطة؟ وضع الوزير جبران بس ووافق عليها مجلس الوزراء وأعطوه كل التسهيلات وكانت انطلعت هالخطة أنه عندنا أزمة عدم كفاية الإنتاج ارفع الإنتاج زيد التعرفة أمن التوازن المالي للمؤسسة وخلي الاقتصاد يتحسن هيدا السيكل كله كله مرتبط بي هالنجاح هالخطة وقامت هالخطة فشلت لأسباب ما مدنا نجحة ندخل فيها وما زدنا التعرفة وأنا بعتقد كمان زيد التعرفة إلى علاقة بالوضع السياسي وبالانتخابات يعني بيحاولوا يردوا الناس أنه ما حدا بيحب يتحمل العبء المعنوي أنه جايب زيد التعرفة على المواطنين بس ما هلأ اللي يصرح تتحمل العبء طبعا طبعا ما هدا صارت عن نار عم ينقل وزير الطاقة عم بيقول أنا صارت زيادة التعرفة عن نار صار الحل مكلف أكتر لأنه تأخر عن وقته في شي طبيعي عدالة التعرفة هي موضوع كتير أساسي وارتباطة إذا بدك بالهدر القائم وعدم نجاح مقدمي الخدمات بتحقيق الأهداف اللي هي رفع التعديات وتخفيف الهدر يعني ضيع فرصة كبيرة نعم خليني أنا أذكر الأصدقاء المستمعين في اللي بده يعني هلأ أنا في voice message نحن يخذه بس قبل بدي أذكر الأصدقاء المستمعين بقرام تليفونة صوت لبنان لحتى يشاركونها بموضوع الكهرباء اللي هي موضوع الهدر الأساسي بهالبلاد إن كان بالأموال وإن كان أيضا بالتعليق والهدر بكيفة أنواعه 0125511 01325555 خلوي 76611005 وعبر الواتساب على 76611001 فإذا خلينا نختم هالشيء إلى أي مدى اليوم استيجوجم عوض ممكن تكون زيادة زيادة التعريفة يعني عادلة إذا ما يعني وقفنا الهدر وقادرة دولة اليوم توقف الهدر في خمسة يحكى عن 35% من الإنتاج إنتاج كهرباء لبنان عم بيروح هدر قادرة دولة توقف الهدر هذا بات القصيد قادرة تدخل على كل المناطق توقف الهدر يعني بالأجواء العيشينها الأجواء السياسية العامة البلد بشك أنه هالأمور بتقدر الدولة تفوت بهالمسار هذا لزيد عبق على المواطنين بالوقت اللي هن بحالة يوصل لهالمواطنين كلنا إنما الهدر 35% في مسؤولين كان لازم يعجو تلزموا مقدمين الخدمات لم تم تلزيم لمقدمين الخدمات أحد أهم الشروط التلزيم كانت أنه ضبط الشبكة ضبط الهدر الفني وضبط الهدر الغير الفني لكن شو صار ما نعمل شي منه إطلاقا هيدا ولا تم متابعة الموضوع وفي محاضر ويلوف الصباحات على الموضوع راح لمؤسسات الرئاب والوزارة ما نعمل شي لمعالجة الموضوع يوم تزيد التعرف مبنية على شو على شبكات ما نظبوط على معامل حيلتها بالويل على معامل جديدة بعد ما أنشئت على استثمار بركتبني التعرفة على بنية متينة موجودة على استقرار معين بالأسواق العامة طب فيكت حتى تعرفة ولا بتجي تعرفة اعتباطية متما بتجي تعرفات أصحاب الموالدات كل يوم بجينا سعر وكل واحد سعر مش عطيج التسعير وذات الطاقة أفضل من هيك بدأ يكون في خبر من كهرباء الشبكة سيبتي بوضع معين بحلل أدنى من السبات لحتى تبني عليها وتطلع طعم تعرفة طيب طوني يمين تفضل ألو ننشوف إذا عم نسمع لطوني يمين أو أنه التليفون مسكر ممكن خلينا مش الحال تفضل طوني يمين أنت معنا على الهوى راح طيب اليوم تخلينا عفا بتخلينا ايه تفضل لأنه في كمان مقدمي الخدمات لما استعانوا فيهم كان الهدف تطوير الشبكة الكهربائية المتداعية وتوسعتها كمدخل تأسيسي لمعالجة الهدر الفني بنظام التوزيع من جهة وبنظام العددات الزكية لترشيد الاستهلاك وكشف تسرب الكهرباء أو سريقتها طيب شو عملوا مقدمي الخدمات أول شي أعطوا نتائج عم بينقال يعني خففوا نسبة الهدر من خمسين بالمئة إلى مدون مش صحيح مش صحيح بسنة الالفين وتساتعش هيك نحكوا هيدا المعلومات بالعكس هذا كان أخبار لإيهام الأوروبيين ودكان اللي كان يجي يتابع بده شي تحسين على الأرض كانوا يخبروا خبريات لإنعوا إنه صار في تحسن هوم الخبريات خبروا إياها نعم نعم قالوا له إنه يوم التنايل رح يبلش داير عمار يستقنف تنفيذه الخفضنا العجز إجينا مئة ألف طلب اشتراكات جديدة رح نبلش ننفذهم ورح نبلش بالعدادات الزكية وعفر طبعا طبعا وتحسن التحصيل إجي أكتر بكتير مما كنا متوقعين هيدا هالإعلام غير الصحيح واللي في كتير من الغش هو سبب كتير من الفشل خليني بس علق على التعرفي هلأ كلها قائمة على وهم أنه رحنا رح يجينا غاز من مصر وكهربة من الأردن وهيدا الحل معلق على كتير من العقد منها أخيرا ما سمعناه عن البنك الدولي اللي أجل اجتماعه لبحث الموضوع لعشرة كينون التاني 2022 هذا إن حصل هذا الاجتماع فإذا نحنا هلأ بصدد رفع تعرفي فقط شكلا لإرضاء صندوق النقد الدولي اللي ما بقى عنده غير هذا الطلب بعد تحريص على الصرف رفع أسعار البحروقات رفع الدعم عن الأدوية وإلى ما هناك بس قالولنا مثل ما البطاقة التمويلية منرفع الدعم منعطيكم بطاقة تمويلية هلأ قالولنا منرفع الدعم على الكهرباء منعطيكم ساعات تغذية ساعات تغذية ما في فينا ننعية فينا ننعية لأنه في اتصالات كتيرة ساعات التغذية بعدها كلها هذي السجارة من مصر أو الغاز بعدهم ناقصهم الشبكات بدل التزبيت وبدنا مش قبل شهرين ثلاثة تسكن نتكون جاهزة بس رح يسمحلنا أنون أيصر نجيبهم من سوريا هذي أمور سياسية ما في يدخل فيها هذي أمور يعني قانونية خلينا نستقبل اتصالات الناس مين معي صباح الخير ولضيوفي كمان نحنا تعودنا على المسؤولين اللي عنا بلبنان نفوت بحيط وردتاني صرنا مثل كاسبر كيف بدهم يرفعوا التعريف وهن جباية ما عم بيقدروا هيدا نحنا عنا مخيمات هلأ موجودة بتصرف كهرباء عسابنا ونحنا عم نشحد من الدول مثل ما صار فينا بعادية الزيادة على سلسلة الرطب والرواتب قبل ما يشيلوا الموظفين اللي وظفوهن هن بالانتخابات زيدوا وقعنا بالعجز وهلأ نفس الشي طالما نحنا الشعب بعده لهلأ ساكت بعد رح نصير فينا أكتر ونحنا الشعب مسؤولين على اللي بلد مع احترامي للناس هيئته ما بيقدر يحكم حاله لأنه كل مشروع بفوته فيه أتعس من اللي قبله وعم ندفع تماله نحنا يجو شرك عالمي تستلم وتأسس بقى هالبلد نحنا شعب ما بيقدر يحكم حاله شكرا لألكتوني يمين تفضل مونجور مونجورين يا هلا برمال الجباي على جيبين لنا 14 شهور سوا طيب ما يزال هو هن الفسيق طبعهم بالقبل لا الشعب يسحم يجدوا علينا بس كل شهر بشهر 24 منهم يجبون الشعب يطلون هيدا على السعر القديم هيدا على السعر القديم كيف ما يكويك السعر الجديد هذا اللي خاتين نوع منه نوع منه الطروع هذا اللي خاتين هيدا على السعر هيدا على السعر وتحر كيلون وحسب كلون هيدا كلب على لفلان وهيكي ما على سعر شكرا لألك هني اللي علم العلم كلا علم العلم والفوتير عمرا سني وسنو نص تبليش محسن استيجو ليش ما بتشبي كهرباء لبنان الفوتير يعني لأن الميومين عنده عرقلوهم عرقلوهم. عرقلوهم. شو? الكهرباء الجباية عطوها لمقدمة الخدمات. مقدمة الخدمات ما عملوا واش بيوتهم مضبوط. طيب و ما حدا بيحسبهم. مفروض يتحاسبوا في تأرير عليهم بالتفتيش المركزي ما تحركت. ما حدا أراههم لا حدا أخدش غرافية. موجود فيهم تأرير كي تبتل رئابة ذاتية بالكهرباء. طيب إذا أنا عندك شركة أو مؤسسة عاجزة وعندها عديون مع الناس. ويعمل مستعدين المواطنين يدفعو. وما بيروح يجيجبو فوتيلون. مؤسسة عندها مليون وستمئة ألف مشترك. اسمح لطيف إنسان جروف. بفضل. مؤسسة عندها مليون وستمئة ألف مشترك بتخسر. و اللي عنده مولد كهربة عم يتكافيها بعمر بنيات. مين بتحمل المسؤولية مين مين مين. بنبلش بالإدارة أولا وآخرا. الإدارة والسلطات السياسية بتجي بعدين. طيب ما تدخل السلطات السياسية على الإدارة بتنزعها. وهذا اللي صاير. الإدارة مغيبة أو غيبة من سنين. وما عم بصير شي على الأرض على السعيد للمؤسسات ولا الإدارة ولا المعامل ولا خطوط النقل ولا خطوط التوزيع. حتى اللي لزمون. هن مؤديمي للخدمات. ما عم بقوموا بواجبون بقولوا ما عم نقبض مصاري. طيب لموا وقبضوا. طيب ما عليش خلينا نتوجه للتفتيش المركزي. ما علي يعني عم نديك على الهواء إذا اخبار ونحكي عنه أكتر من مرة في مقدمي الخدمات في ملف بالتفتيش المركزي بحقهم. تفضل تحرك اللي ملم للدولة وجبيها. يعني دايما لازم يتحمل المواطن اللبناني هو الاخسارة. يعني إذا مقدمي الخدمات مش عم بيقوموا بشغلون تفتيش المركزي. ما عم بيقوم بشغلوا مؤسسة كهرباء لبنان. ما عم بتقوم بشغلة. لازم نرفع التعريفة وندفع المواطن زيادة. اليوم خلينا نستقبل اتصال من هولندا. رفعت ايضة سيد غسل. احمد تفضل. صباح الخير ستنا عليك لضيوفك. يا هلا. يعني عن جد. انا بقول. انا بقول المنظومة السياسية الحاكمة بلبنان مش راضية تفل قبل ما تعدم الاقتصاد. تعدم الحياة الاجتماعية بلبنان وتعدم الشعب اللبناني. ويبيعوا الضعب ويسرقوا يفلوا. نعم. مش راضين يفلوا. لانه شغلة الكهرباء يعني شرقوا مفينه. سرق مفينه. يروحوا ويلزموا قبل ما يزيدوا اي تعرف على العالم. العالم ما هزا تاكل. العالم ما هزا تاكل. لو ما العالم عندها مختلفين عم بتطعمية والشغبة بعد. هلا كانت العالم متل بجوع. شكرا. قبل ما يزيدوا بتعرف على العالم. قبل ما يعامله جباية. يروحوا يلزموا الكهرباء لشركة اجنبية. بتعمل شركات تعمل شركات الكهرباء تزبطها تشغيلها مزبوط. والشركات الاجنبية هي 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 بتشبه وهي بتعطي وهي كل شي. لانه ما يصير فيه شركات كهرباء بتعطي لبنان اربعة وعشرين اربعة وعشرين. لبناني بيشير خط المطار بيصير قاعد يدفع اي تعرفة الدولة بتفرض عليه. بس فاتورتان ما حدا بدر يعيش في فاتورتان. حتى ولو بعاشر خمسة الاف دوار ما بتعيش في فاتورتان. نطورة واحدة وبس. هادول شهاد المنظومة كلها لازموا قابع نهيا. لانه هادول حاطين عينهم على الذهب. بدر يصيروا الذهب ويفلوا. هنا يارفين حالهم فلين اخر شي. بس ما حايفلوا قبل ما يفضوا الذهب بعد. نعم. وخلصنا بها حاج بدي حوتي. ما ما بدي حكي. نهيك يعني نهيك اليوم يعني عن الهدر اللي عم بيصير بالشبكات وبالتعليق يعني على الكهرباء في مناطق ما بتدفع ومش عم بيحصوا الفوتير. تب اليوم نحكي عن تديق الجنائي استيس غسام بيدو. في هادر خمسين مليار دولار بكهرباء لبنان. طب هاني وين راحوا برأيك. راحوا على المحروقات اللي مليار ونص لمليارين. عن البواخر اللي يجبو هون. البواخر بتتحمل عجزة المؤسسة وهلا بديكتوفي الوضع المالي للمؤسسة واثار هالسياسة اللي اعتمدوها قديش عليها للبواخر متأخرات قدي عليها لمقدمي القدمات. خليني بس جوبك على سؤالك حول المسئولية عن عن الوضع اللي وصلناه له خاصة بالنسبة لمشكلة التوزيع ومقدمي الخدمات. انا بقلك انه مدير البرنامج اعلن من سنة الاربعة عشر انه هيدا المشروع فشلة فشلا ذريعا وبات يشكل نزفا ماليا للمؤسسة ويجب وقفه. حمل الوزير هالمشكلة هاي وما اخد فيها راح على مجلس الوزراء استحصل على براءة ذمه جدد لمقدمي الخدمات اعفيهم من مؤشرات الاداء اللي كان عليهم اللي التزموا فيها ووعدن الوزير بانه بدي يرفع التعرفي سنة الالفين وسبعة عشر ووافق مجلس الوزراء على رفع التعرفي تدريجيا فاذا وزارة الطاقة ووزراء الطاقة المتعاقبين هني مسؤولين عن عدم النجاح وعن عدم المعالج. ايه بس انا عنا نحنا في معلومات عم بتشير الا انه مؤسس الكهبر لبنان راح تبتدي اعتبارها من كانون الاول المقبل بيجي باية الفوتير المتأخرة والمتراكمة عن اشهر سابعة يعني تحركت. محاولة بايات برجع بول متأخرا جدا وبرده برضو برضو عم تزيد هلا انت اعباء المتواطنين باسوأ لحظة ممكن يكون فيها واسوأ وضع ممكن. وبفاتورتان. وبفاتورة مولد. وفاتورة كهرباء. صحيح. واربع فواتير مع بعضهم. واربع فواتير مع بعضهم. يعني عين الحكمة. وما فيش كهرباء. وما فيش كهرباء. وما فيش كهرباء. هلا الاهم موضوع تعديل زيت تعرفي المثبتة سنت 1994 عند شطور بتبتدي من 138 ليرة للكيلوات مع اعتماد سعر 20 دولار للبلمير نفط. هلا كيف بدا تصير. هاي دي بحب اوضح النقطة اللي توضفيها تسيس غسانة اللانية بالنسبة بعدين لخمسة مليار منها التعرفي. هاي دي التعرفي باللي بقى بالعربة وتوسعين. ادارة كهرباء طلبت من مجلس وزراء او موزين الطاقة انه تعديل التعرفي وترفعها وتتحمل هي مسؤولية المحروقات. نعم. المحروقات كانوا على عاية الدولة على طول. مغيروا التعرفي واخدوا على عاطؤون مسؤولية المحروقات. وبعدين طلع اسعار المحروقات. طلعت وستطلع بطريقة جنونية. بطلت تقدر الكهرباء تأمنها اسعار المحروقات. صارت الدولة تعطيها سلف. نعم. تعطيها سلفات خزينة. لا او مش تعطيها. تدفع الدولة الحق المحروقات وتسجلوا دين عالكهرباء. يعني هالخمسين مليار اللي هني دين عالكهرباء هن بالحقيقة سلفات جهين من الدولة للكهرباء. حق المحروقات. بما انه الكهرباء قالت نحنا بنحمله وتعدلوا التعرفي. صاروا يتسجلوا لها ديون. صاروا ها ديون خمسين مليار ولكهرباء هام لعجز. العجز بدوا تعريف عنه مضبوط. من عمل ولا مشروع من الاربعة وثنين هاليوم. لا انشقوا محطات. لا انشقوا معامل. لا انشقوا خطوط. لا عملوا شبكة توزيع. ما عملوا اي شيء تنقول انه صار فيه مصاريف كهربائية غالي او عالي اندفعت على المنشآت وكلفت الخزينة وصارت بعجز. لا. كل المصاري اللي مرفوع الكهرباء كانت سمن محروقات داين مسجلين عليها مع فويدهم. فويد مرتفعة تصاروا هالمبلغ هادا كلا. انا مش عم حاول برر الكهرباء. لا. عم بوضح العجز الموجيه بس بنفس الوقت بل الادارة بالكهرباء غيبة عن الموضوع معنا موجود. اكتر من مرة رحكينا عن هالموضوع. بس اليوم الموضوع الاساسي انه المواطن بده يتحمل فتورتين. والتعريف الجديدة رح تكون هالقريبة من تعريفة المولدات. هالسؤال بنتقل لك بس من بعد ما ناخد اتصال عندك رودي وكمان اتصال عبر الفويس كول مين معي. صباح الخير. يعطيك العافية. يا اهلا. قبل ما ما علي حضرتو يزدلنا التعريفة للكهرباء خلي يجيبها للكهرباء. اساسا مش عم نشوفها للكهرباء عم ندفع فوتير بس ما منشوفها. افقا الكهرباء عنا ماشي. بالعكس عم منحط مصاري على الاغراضنا بالبيت لحتى نصلحون. يا يلغوا الكهرباء خاليس. يا حتى يا يتركو لنا الموترات. لانه مش مش قادرين بقى. عشو بدي يزيد التعريفة. اتحفونا بالبواخر كانوا عاملوا مليون معم الكهرباء. وين? هاتا خزينته هايدا. خزينته فضيت حتى يرجعوا يعبوها من مصاري العالم. العالم ما معه تاكل. ربطة الخبز صار الواحد بدو يحسب لحساب. يروحوا ينقلعوا كلهم بهالدولة. اساسا ما في دولة يعني. كلهم مفصلين. متل ما قطعوا المايتة يشغلوا السترنت. كلها مصالح. مين بيكلها? الشعب. اولا واخرا الشعب. ولا اهون من هيك الحكة عندهم. ولا اهون من هيك. يعيب الشوم عليون. شكرا لقى لك مادام رقم بينتهي ب 92 تفضل. قالوا. صباح الخير. صباح النوم. يا هلا. انا في عندي حلين للكهربا. واحد تتقيق جنائي بالوزراء من اول وزير لاخر وزير. والحل التاني تسليم شركة الكهربا اللي حصصوها لشركة اجنبية ممنوع لبناني يقعد فيها. ما عاش اننا نساء باللبنانيين. بدنا فرنسيين اوروبيين امريكانيين. شو ما بيكون يكونوا. بس لبناني ما عاش الناساء فيه. لا الوزير ولا الموظف. شكرا لقالك. اهلا وسهلا فيك. طفح الكيل عند اللبناني. صراحة طفح الكيل. يعني اليوم رجعونا لزيادة التارفة من دون القدرة على تأمين اكتر عمين قال من 12 ساعة هيك عمين قال. بس هي الحقيقة 12 ساعة بيعطونا سيس غسام بيدون. ولا حكي. في عدة شروط. شروط مع اول شي انك تأمني غاز. متأمني تمويل للمحروقات. يعني هلا احنا بعد نرجع نشتري فيول ومزود بالاسعار العالمية على سعر صرف الدولار الفعلي. شبه مستحيل. لا في تمويل من نصر في لبنان ولا قادر المؤسسة. حتى لو رفعت التارفة. بس معلاش الوزير وزير الطاقة عم بيقول انه زيادة التارفة رح تصير عشر ساعات بمساعدة الدول العربية والبنك الدولة. كلام ووعود فقط لتمرير رفع التارفة والبقاء على نفس الوضع لانه متل ما قالنا حل الغاز. حل الغاز المصري متأخر جدا. يمكن هو باب الضوء الوحيد والامل الوحيد بانه ممكن نحنا نخفف التكلفة لانه رفع التارفة بدي يعود التكلفة. انا ما ضد عفوا تغيير التارفة طالما الوضع الارض هو هيك. يعني طالما في هذا. ما تتزبط الارض. ما تتزبط الارض. ما تشوفي شو المعامل. تشوفي الاختوط. ما تشوفي المنشآت على دوءة حتى تتعرفي. بعدين ما نوعد حالنا كتير بالغاز المصري. الغاز المصري اذا تتحضل. ويصل عبر سوريا من طريق حمص لا دير عمار. ما عمل واحد بس 450 ميوات ما عمل دير عمار. ما في غيره. هلو بيطلع. اده شيمته. انا عمل دير عمار. عندك معمل زهراني. عندك معمل زوء. عندك معمل الجي. عندك معمل صور. ما يوصلوا له. ما يوصلوا له. بيوصل بس غاز على ما عمل دير عمار. عندك ما عمل بس عمل بوفي. ماذا بغزة؟ 10% من الطاقة 20% من الطاقة 20% من كل الطاقة بلبنان ماذا يعني عبيل هنا بكلام؟ حتى الكهرباء من الأردن خلينا أوضحها الربط السوداسي اللي صار سباع بعد الضمام ليبيا اللي منربط الشبكات البعضة بتجينا من الأردن نحنا وصلتنا بين لبنان والخط السوري 300 ميجاوات 300 300 ميجاوات 300 ميجاوات 300 ميجاوات 150 ميجاوات 10% من الطاقة المطلوبة ببنان الكهرباء الجي من الأردن والكهرباء الجي من الغاز المصري ما بحسنه إلا بجزء بسيط من الطاقة بدك تعمل بنية المعامل مضبوطة تعمري معامل وتحط إدارة البطن تسير عندك كهرباء أو كله كلام كلام خليني ضيف لو سمحت ضيف قبل ما ننتقل اقتصالات الناس تفضل أول شي بانتظار أنه نأمنوا ظروف أفضل لزيادة التعرفة في كتير أمور تنعمل أول شي بكهرب لبنان على مستوى إدارتها تعيين رئيس مجلس إدارة تعيين هيئة نازمة تعيين المدرى المصالح بالأصالة تحسين أو معالجة وضع المبنى إعادة تفعيل مركز التحكم وإذا بدك التعرف على حقيقة وضع المالي اللي بعتقد أنه كارثة نتيجة الالتزامات المترتبة عليها الحل الأفضل والأسرع والأقل تكلفة والأكثر أنه هو أكيد هو التوجه نحو الطاقة الشمسية على مستويين مستوى الأفراد ومبادرة الأشخاص وضرورة أن تسعى الوزارة الطاقة لتسهيل هذا الأمر لأن الأنون 129.2019 ما زال سير المفعول لـ 304.2022 وتلزيم إنتاج الطاقة الشمسية على مساحات شاسعة تملكة الدولة بمنطقة البقاع الطاقة الشمسية فيها أهم معالجة محلية حاليا فإذا بالمرحلة الفاصلة بين وصول من هولا ليوصل الغاز المصري علينا أن نحضر أنفسنا وبنية كهرباء لبنان لتستقبل الطاقة الشمسية وتكفي نظام التباية ما عامل دايمة بسلعاتها والزهرانة والحريشة مين بعد بده يمول ومين بعد بده يبني معامل على تكلفة بخطة وزارة الطاقة السابقة تصوري أنت الحكومة الجديدة تبنت ببيانة الوزارة بخطة الكهرباء بدون أن تكون لها أي معرفة حول مضمونها الخطة وسبب فشلها الخطة وألغامها الخطة هذه هي نتيجة تعسف ونتيجة ضغط ونتيجة استئثار بالسلطة هل معقول أن حكومة تبنت خطة ما عارف عنها شيء؟ وين الخطة التي تبنتها؟ راح تلع على خطة ثانية دليل أنه كانوا عم يسيروا فئة معينة لتركب الحكومة وهذه الحكومة أصلا أنا بعتبرها حكومة مهمة مكونة من غرباء جاية لتستكمل إجراءات ترضي صندوق النقد الدولي السلسة جوج نعم جوج معواد يعني قلت أنه أنت مش مستبشر أنه يجي الغاز مع أنه هون عم يترقبوا اللبنانيين المرحلة بين ٢٠١ ٢١ ٢٢٢ الوعود أطعوها المسؤولين بنجاح خطة استجرار الغاز المصري للبنان وصولا إلى داير عمار واستجرار الكهرباء الأردني وزيدة كمية الفيول مستوردين من العلوغة كل هالشي حتى يزيدوا ساعات التخزي بس باختصار لأن الوقت راح بالتسعة وتتسعين والالفين عملنا دراسة لتشغيل كل ما عملنا على الغاز ودراسنا مع شكة كولوج الأمريكنية كانت كل الموضوع يكلف مليار دولار فقط مئتين مليون لشبكة الأساطر الغاز اللي بتجمع الشمال بجنوب معمل بسلعاتها بكلف 400 مليون مشان تحول الغاز السائل لغاز طبيعي وباخرتين تزقوا الغاز السائل من المصادر الخارجية كل المشروع بكلف مليار غض النظر عنه سياسيا وما تم هالمشروع ما صار في عنا الغاز لكل ما عام لبنان هلأ عم يحكوا عن الغاز يمكن يوصل الغاز وإن شاء الله يوصل البكرة إنما الكمية اللي جاية اللي بتوصلنا لدير أمار بتعطي معمل واحد 450 ميجاوات بالوقت نحنا بدنا 3000 بدنا 3000 ميجاوات 450 بس يعني منوفر شوي هو اساسا ماشي لان ما بزيد الكهرباء بتخفي الكلفة دير أمار ماشي على المزوت اللي بصير مشى على الغاز بتخفي الكلفة بس ما بتزيد الطاقة اللي ممكن زيد الطاقة هي الكهرباء جاية من الأردن قلتلك محدودة كتير هذه لأنه عنا ترانس واحد بمحطة الكسارة 300 ميجاوات بيعطينا 250 ميجاوات بتزيد الطاقة 250 ميجاوات هاي كل الطاقة بتزيد 250 ميجاوات من كهرباء الأردن أما الغاز ما حيزيد الطاقة لأنه معهم الشغال دير أمار بد بكون شغال على المزوت بصير شغال على الغاز بواطن شوي نعم ناطرين إصلاحات الكهرباء القرار للمولدات هلأ 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 بطاقة الشمسية أسرع وسيلة تزيد الطاقة لليبنان هلأ 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 بطاقة الشمسية ليش ما بيعتمدوها تركيبة سهلة كتير ليه ما بيعتمدوها لأنه ما بيعتمدوها في عمولات نقطة على السطر اليوم في مواطن عبيقلي ما بنتحمل فاتورتين يزيدوا التعرف ليعملوا جيبية لكل الناس بل كل واحد بيرتاح شوي من فاتورة المطار سهيدا الشي ما بينعمل ولا رح ينعمل لأن في كتير مستفدين من المحروقات مشتقاتة بالدولة مشان هيكي القطاع عم ينهار نهار مش عم ينهار خلص ما في شي من القطاع نهار ما في شي القطاع قطاع راح ما في شي القطاع اليوم مفاجأة الرئيس مقاطي خصخصة كهربائية بشراكة فرنسية وموديعين هيدا هلا شو شو القصة شو يعني بدون ياخدوا من أموال الموديعين الكبار إنه يصيروا هني مساهمين هيدا عبرتوا نفق ليتسللوا لأموال الموديعين وياخدوها ويخففوا هيدا بدون ما يستشارون بدون ما يستشارون لا طبعا بدون يعملوا قانون بدون يعملوا قانون وطبعا دون رغبتهم وإرادتهم وإنما كمان فيه كتير من الوهم برجع بقول برجع بقول في كلفة إنتاج وفي قدرة مواطنة على تغطية هذه الكلفة وناكل كثير من الهدر نحنا هلأ الحاجة مش لبناء معامل تقليدية وإذا بدنا نعمل معامل تقليدية لازم تكون بمساعد الدول خلينا نستغل وجود البنك الدولي وتدخل البنك الدولي لي استكمال خط الغاز البحري اللي تفضلوا حكي عنه اللي بيربط داير عمار بالزهراني أنت لما بتأمن أفضل حاليا تتقاطع في هذا المشروع كل الإيجابيات مع الطاقة الشمسية خط الغاز البحري بريعاية البنك الدولي ونشكل معاملين داير عمار والزهراني 900 ميجاوات على الغاز وتكون عملتي خلال 6-7 شهور طاقة الشمسية يا أختي في مصالح في مصالح وفي برع برع يعني رغم كل شيء جوع المواطن وقهر المواطن وذل المواطن وعدم قدرة المواطن على الدفع بعد المصالح كل واحد في نواية بنواية بزهنه رايح تيحقق من خلال المشاريع ما في نية حقيقية صادقة للمعالج بناء على وقائق ومعطيات صحيحة إبراهيم عسمان تفضل أستاذ مسيكي ماذا صباح صباح قول مسيكي إيه لما منحكي عن كهرباء مساء بصور عتمي ناضي ماذا عن النية للإصلاح بطاقة كان آخر مرة زارنا حدا هو سي او تبع السيمنت مع أنجيلا ميركل هيدا ما نقطف يعني نحن ما قطفنا هيدا المكرم الألمانية يعني دولة شقيقة نحن منعتبر ألمانيا صار دولة شقيقة يعني عم تساعدنا لنجيب الكهرباء من شركة سيمنز اللي أبدعت بمصر يعني عملت مشروع خيالي لمصر عططوا قد نسحة جثة بستة شهور نا تاهرة بقال تكاليف وما في هالقات بهدر بس نحن ما عندهم ما عندهم نية لأصلاح الطاقة هيدا هي بدنا نختم فيها ما عندهم نية نعم على السدود اي مدعم اي مدعم اي مهلا بتشوفي مسلا نشوفي انتي عمليك سيزارة بخليل شوفي عمليك استاذ جبران بسيل شوفي مدعم نادل بستان شوفي عمو نعم شكرا للك اليوم كمان يعني في كتير اتصالات من المستمعيين اتصالات من المستمعيين اتصالات من المستمعيين وانت كلهم بيعطوا او ابو متاني وصدر المجوات لابت المشكلة بعدم قدرة لبنان على شراء الفيول ما عندنا طاقة كهربائي لانه ما عمل زوق مات ما عمل جيه مات اه ما عمل علبك وصور عالمزوق غالين كتير ما بينفعو ما عنا طاقة كفو في البنان ما يوهم وحالوا العالم فيه معملين غيبين هنزوق وشيه مات وحودي مات لانه من عمل لازم شيل تعيش ومات وتقرر جرفهم وتقرر جرفهم فيه معملين بس شغالين يعني بدك تعملي معامل جديدة بدك تعملي طاقة شمسية هايدي سريعة طاقة شمسية تخفف المعاينات بس حكينا حكينا بدي احكي عن الدعم الامريكي للكهرباء يعني عم ينحكي عنه مساعي لتأمين قروض طيب اليوم في شي منه استيس غسام بيضون مفروض مفترض انا ما هو كله مرتبط بتحقيق الاصلاحات المطلوبة عم يطلب الاصلاحات لهل انا حسب ما شفت يعني نفزوا معظم ما طلب من اصلاحات يبقى الطرف الاخر ان يكون جديا وصادقا في وعوده بالمساعدة نعم رفع الدعم تحرير سعر الصرف تخلي الدولي عن كتير من دورة الرعائي للناس كل هذه امور اتبعت في رفع الدعم عن الكهرباء وبيصير الساحة جاهزة ليتفضل صندوق النقد والبانك الدولي يساعدنا بما وعد بشكل جدي وصادق اليوم قبل ما ننتقل الرقم ينتهي ب23 تفضل صباح الخير صباح النور اهلا وسهلا اهلا اي عم نسمعات يعطيك العقب بس بنحيض يا فكر الكريم واطروحاته كتير مهمة بس لش كمان الدولة مهلا الجمارك يعني تلغي الدرائب على الالواح الشمسية وطاق الشمسية لهالشركات الكبيرة اللي اتدمرت على الفور يعني انا شفت معمروا وعملوا هنجارات يعني ليش ما بيكون يعني هلأ كنت مارك من هنيك واجيتني فكرة انه يكون على ضهرة فيه الواح شمسية بس على الدولة تشيل الجمارك يعني بدأ تساعد بهالوقت بسعبوها على الطاقة الشمسية صحيح يعفو الرسوم عن كل حتى الشخص العادي يدي ركب طاقة شمسية خلي الشخص العادي يدي ركب طاقة شمسية بيوفر على الشبكة افتحوها لانو طول عام يعملوا قيود ساتواح بيحط طاقة شمسية على سقف بيته بدلوا 17 موافقة موافقة هيدا موافقة هيدا هيفتحوها يفلتوها ويرفعوا الجمارك عن الالواح الشمسية خلي العالم هي تضوح هلا اذا الدول يوم تريد تضويلها خليني ارجع اذكر ستنا القانون 462 تنظيم قطاع الكهرباء بيسمح بيانتاج الكهرباء لحد واحد ميجا ونص من دون ترخيص عنده بس شرط مراعاة السلامة العامة وفي البيئية والصحية اقترحت على دولة رئيس مجلس الوزراء ان تتخذ الحكومي تسأل وزير الصحة شو شروطك وزير البيئة شو شروطك وزير الاشغال شو شروطك هالشروط تابعا هي صديقة للبيئة ولا الصحة بيبقى السلامة العامة ياخد مجلس الوزراء ارار شو هي هالشروط يروحوا البلديات يتولد تحقيقات يرفعوا يرفعوا الجمارك وشجعوا الناس وتصوري وزير قالوا ايه صحيح ما بدا هي ترخيص او اجازة بس بدا موافقة شو يعني موافقة شو يعني لا لا موافقة منه بدك قدميه طلب فاذا هيدا اسمه تعقيد للامور تصرف غير واقعي وغير موضوعي وغير ايجابي ونجدد الدعوة الى مجلس الوزراء لياخد قرار يحدد شروطه ويكلف بالموافقة الاستثنية ما نحنا عايشين على الموافقة كنا على شو اسمه البرسيم الدراجة هلأ صرنا على الموافقات الاستثنائية لا ايدي ما بدنا تأخير بقى امبرح معالي وزير الطاقة دعا انا بدعي كمان لا اتوجه هيدا انه حدد شروطك وخلي البلديات والحكومة ترفع الرسوم الجمهورية تلغيها والبلديات تترقب بلديات نعم 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 عندكم فكرة عن المدولات البنانية بمصر والاردن يعني خلاصة ما شو صار بها المدولات والله لكي انا بحس هيدا كأنه يعني نوع من تسويف وتخدير واضاعة وقت لحتى يجي الضو الأخضر النهائي ما انا بعتقد لحد دلق ما في ضو أخضر نهائي لأنه بنظرة الشخصية للأمور نحنا عايشين حالة حصار ورغبة بمزيدة الاحتقان الى ان تحل الانتخابات هذا ان حصلت الانتخابات خلينا بس ننهي بهالفوت عطيكم العافية عطيكم العافية انه عم بقولوا انه هالغاز ما بيكفي ولا عشرة بالمية لشو هالتعب لشو هالتعب والآخر لشان بيوعدوا اللبنانية بتمعشر ساعة كهرباء وعشر ساعات كهرباء وراحت بالمرة الكهرباء ثلاثة ايام ما اشت الكهرباء عايا مين عم بزحف نقبل برفع التارف نعم اليوم مين عم بيتنازع هالقطاع قطاع الكهرباء مين مستفيد منه مين عم بيأخر الحلول كين مستفيد منه دي عم يشتلوا محروقات وياخدوا عمولات فيها هلأ من هو اللي بده يستثمت ومين بده يتحكم بمستقبل القطاع لانه شفنا بالمرحلة السابقة دايما في رغبة عند الوزير انه يعمل المناقصات بمكتبه مش بإدارة المناقصات عم نحكي عن قبل هلأ الوزير بعد ما شفنا من فعاليته شي جدي على الأرض سوى إذا بدل هاي المناقصات هالكلمة من موجودة بمؤسس كهرباء لبنان كلمة مناقصة مش موجودة بمؤسس كهرباء لبنان نحكي الدولة بمؤسس كهرباء لبنان في استدراج عروض استدراج عروض نقبل شركات مصنفة مسبقا عالمية أو شركات تطلب تصنيفة للعضية الفلانية وبصير فيه استدراج عروض وفق معايير ورقابة مالية إدارية فنية ورقابة سلطة وصاية الطاقة سلطة وصاية المالية وستدراج عروض بتعمل المؤسسة بتعملها استدراج عروض بموافقة مجلس إدارة بقرار مجلس إدارة وبترفع على السلطة السياسية بعدين للوزير ولمجلس فوزراء طالما هاي دا منه معتمد يعني بدك دال تشوف العجيب بتبلش بدنا تضيق جيني ونقطة عصد شكرا لك مدير مؤسسة كهرباء لبنان السابق المهندس جورج معوض المدير العام للاستثمار السابق بوزارة الطاقة والمياه غسام بيدون على كل حال جايين على زيادة تعرفة ولا زيادة تغذية والوعود حسب ما قال وضيوفنا بها الحلقة كلها حبر على ورق وبيع أوهام وحلام للناس راح يناموا على شي ويوعوا على شي نقطة عصد كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس أوفلوانا مية فاصلة خمسة بختم هاللقاء لكم أطيب أمنيات وتحياتنا وليش عبود والمخرج رودريك نمنو